اشتركوا في القناة يا سلام هو ده الكلام هدف عالمي من حامد الجبري على طريقة اللاعبين الكبار وهو منهم حامد الجبري لاعب مميز يسجل الهدف الاول لنادي حرص الحدود بعد الهجمة المرتدة السريعة هو ده الكلام يا حامد تزديد ولا عبد الكافي ولا اتنين وقفين معاي جيبوها الكورة رايحة في الزاوية المستحيلة وقادي فرحة الهدف يا سلام يا سلام يا سلام الهدف التاني اللي يجيبه حامد الجبري في هذا الموسم الهدف قبل كده في مرمى اصوان هذه اللعبة ودي حامد ودي انطلق اخترق شق الطريق وعمل تصويبه في منتهى الروعة شوف الزاوية اللي رايحة فيها شوف الزاوية والله مش حامد الجبري ده كان محمود ممدوح يا ولد يا ممدوح شوف ممدوح شوف ممدوح عالمي وللأسبوع التاني على التوالي بيسجل محمود ممدوح عشان يسجل اول اهداف اللقاء اول اهداف اللقاء محمود ممدوح ويا سلام يا سلام هو ده الكلام يا ممدوح هذا انطلاق الودي ديجلة بقى محاولة التعويد محاولة التعويد ممكن التعادل عملها سريعا وعاد محمود يصطي يا سلام في اقل من دقيقة في اقل من دقيقة الرجل سريعا من نادي ودي ديجلة الغزلان تعود مرة اخرى الى نقطة البداية وتعادل واحد واحد ومباراة جميلة جدا جميلة جدا تقدم محمود ممدوح في الدقيقة من زمن اللقاء ويتعادل نادي ودي ديجلة عن طريق اللاعب محمود السيد ديستي في الدقيقة ستين بعد دقيقة واحدة فقط من تسجيل نادي حرس الحدود يا سلام يا سلام يا سلام هو ده الكلام قاعدين كده مشوئنا قاعدين حرمنا من الجمال والمتعة ودي التفويت الممتعة لا مستفيد لا مستفيد لعب الكرة على طول لنادي حرس الحدود مرة تانية ناحية الشمال انطلقه من احمد شديد انوي يا ولد يا ولد اوه ركل جزاء ركل جزاء لنادي حرس الحدود فرمان فرمان وقرار من حكم اللقاء محمود رشدي بعد عرقالة الكلاسل مدرجب نادي ودي ديجلة آدي شوف التنديرة السحرية الحميد الجابري من دايل اند كلاسم هنا حميد الجابري عمل حاجة حلوة عمل بزكاء اتحرك في نفس اتجاه دايلاند كلاسي اي لمسة الكعب الرجل لركله ابو جودة مسجل قبل كده من ركل الجزاء في بطرول قصيود في الاسبوع السابع اعتقد هو المصنف رقم ابو جودة وعبد الكافي رجب حارس مار موادي رجلة ابو جودة ابو جودة يسجل ابو جودة يا سلام يا سلام يا بو جودة عملها عملها ابو جودة ويسجل الهدف التاني لنادي حرس الحدود عشان يتقدم حرس الحدود بهدفين مقابل هدف وحيد هدف من ركل الجزاء في الديئة 82 من زمن اللقاء ابو جودة هدف من ركل الجزاء في الديئة 82